ده كان اقتراح القطاع الخاص اقتراح من القطاع الخاص والحكومة استجابت ليه فعلا قلت لي ان احنا لغد لقتي عدنا مثلا 30 شركة خدت رخصة الزهبية خدنا 26 شركة رقم كبير قوي وخمس شركات تقريبا في 2024 خدوا الرخصة الزهبية فده الحكومة فعلا بدأت تمشي بواتيرة جدية اتجاه ان هي ايه طبعا رخصة الزهبية برضه عشان الناس تبقى معنا الرخصة الزهبية دي يعني يزيروا مشاكل يعني اي مشاكل بتوجك في الاستثمار بتطلع لرئيس الوزرعاته هو خلينا نوضح الرخصة الزهبية دي هبرا ايه الرخصة الزهبية هي موافقة واحدة بتاخدها الشركة انها تبدأ المشروع بتاعها بسرعة جدا انها تقدر تشغاله انها تقدر تاخد كل الرخص المتاحة والحاجات اللي هي محتاجاها عشان تبدأ المشروع بتاعها على ارض الواقع وفرنا الشيش والازاز و لغينا الشبابيك الكتير اللي كلنا بنعملها الشركة تلاقي قدامها ميت شباك كل حاجة توفرت وبقى الموضوع اسرع جدا دوت في سبيل ان انت انا كدولة هستفيد من الشركة دي ان انت تقيم مشروع استراتيجي او توسع استثماراتها عامدك طيب الدولة دوت برضو هتستفيد من ايه لما تقيم تعمل مشروع استراتيجي دوت طبعا هيرجع على الموطن هيرجع على الدولة هيرجع ان الشركات دي اللي هتيجي تاخد رخص دي عايزة تصدر يعني النهاردة مثلا كنا بنتكلم عن مؤتمر الطاقة في الفقرة اللي فاتت وفقرة الاخبار اخبار كتير مؤتمر الطاقة ده انت النهاردة لما تعمل رخصة ذهبية الاباتشي البريتش بيترولي يملئيني للشركات عبيرة للقرات دي انت الكسبان اكتر منهم هتوفر لك حاجات كتير يعني لما يجي يصدر هو هيصدر بايه هيجيب لك دولار طبعا فانا كدولة هيكون عندي حصيلة دولارية صدر اسرع عشان انت قللت له المعوقات بالضبط فانا هيكون عندي كدولة حصيلة دولارية اقدر ان انا يعني اعدي المشاكل الاقتصادية اللي عندي احتياجاتي بقى واستورد والديون وخدمات الديون لغاية لما يوصلوا الجدولة مع الجهات المانحة دي بالضبط فاحنا دلوقتي دور الدولة احنا فعلا شايفينه انه هو بقى موجود بشكل جدي اكبر طب هل المؤتمر خلص كده يعني فيه مخراجات نقدر نحط ادين عليها ولا لم تعلن بعد يعني هو لم تعلن طبعا بس من ضمن المخراجات اللي احنا يعني نقدر نوصلها دلوقتي اهتمام الدولة لتلات مجالات مهمين جدا هو القطاع الصحي قطاع التعليم قطاع الزراعة اللي هو ما كانوش تقريبا موجودين على الاجندة ولما كانوا موجودين كانوا موجودين بس مش ومش بمعلومات القطاع الخاص اللي ممكن يدفعهم للامام بسرعة وبقوة دلوقتي كمان بدأ يبقى فيه اتجاه كبير قوي او تركيز كبير من القطاع الخاص اتجاه السياحة دلوقتي اتجاه السياحة فيه فرصة تسمارية كبيرة جدا بدأ القطاع الخاص يركز فيه من ضمن دوت ده بسبب إيه؟ بسبب أن الحكومة بدأت يعني تبين أو تعرض أماكن جديدة أن أنت كقطاع خاص تقدر تخدها هي مش مستغلة زي وزارة الخارجية مثلا هذه معروضة دلوقتي خلال الصندوق طبعا اللي هو بتاع مصر السيادي طبعا